اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة الجسور هي تلك التكوينات التي تسمح لنا بالعبور من اعلى الانهار والطرق السريعة والمعوقات الملموسة الاخرى على الرغم من ذلك قرر بعض المهندسين تحويل مجرد جسر بسيط الى عمل تصميمي رائع ذو شكل ومنظر مثير للدهشة اليكم عشرة جسور هم الاكثر اثارة للدهشة في العالم هو جسر للمشا يصل طوله الى مائتين وسبعين متر على ارتفاع ست وثلاثين متر فوق مستوى البحر الجسر على شكل مموج وهو مكون من سبع تكوينات غير مستوية من الفلاذ اعلى واسفل غطائه يقع هذا الجسر في سنجافورة ويربط بين حديقة فابر ومنطقة بلانكخيل يطل الجسر على منظر رائع بحق وذلك بالاضافة الى تصميمه الشديد التفرد جسر ملتينوما من خلال هذا الجسر يمكنك رؤية شلال مكون من مسارين لسقوط المياه الاول وهو الاكثر تفردا بيصل ارتفاعه الى مائة وخمس وستين متر اما المسار الثاني فيصل ارتفاعه الى واحد وعشرين متر ويقع في منطقة تبدو كأنها مستوحى من قصص الاطفال وهو الامر الذي يجعل من هذه المنطقة مكانا جديرا بالزيارة على الاقل مرة واحدة من اجل الوصول الى هذا الجسر سوف يتوجب عليك السير لمسافة اثنين كيلومتر على قدميك جسر الشيطان تم انشاؤه في عام الف وثمانمائة واثنين وستين وهو يقع داخل حديقة رودود نيترو في المانيا وبالتالي اذا قمت بزيارة هذه الحديقة في الخريف فسوف يطفي لون الاشجار منظرا متفردا على المكان اذا قمت بالجلوس في هذا المكان فسوف تلاحظ ان العكاس المياه على المحيط مثالي تماما ليس هناك اي رسوم مطلوبة للدخول الى هذا المكان ومن المسموح الدخول اليه في اي وقت وبالتالي فانه المكان المثالي للزيارة اذا قمت بالذهاب في رحلة الى المانيا جسر باستاي هو عبارة عن تكوين صخري في المانيا يصل ارتفاعه الى مائة وتسعين متر فوق نهر البا وقد تكون هذا المكان نتيجة لعوامل التعري في المياه منذ اكثر من مليون عام لقد كانت المنطقة بمثابة منطقة جذب سياحي لأكثر من مائتي عام ولكن في عام الف وثمانمائة واربع وعشرين تم انشاء جسر خشبي من اجل ربط الصخور وبعد ثلاثين عام تم استبداله بجسر من الحجر الرملي تستطيع من خلال هذه المنطقة الاستمتاع بمنظر رائع حتى انها قد الهمت العديد من الفنانين الذين يتمتعون بالشهر مثل ديفيد فيردريتش هو الاثر الاكثر اثارة للجدل في مدينة روندا طبعا مدينة روندا لمن لا يعرف تقع في منطقة مالكا جنوب اسبانيا تم انشاؤه بين عامي 1751 وعام 1793 يصل عمقه الى مائة متر ويمثل الجسر القوس الرئيسي مدعوما باخر اصغر حجم حيث يعبر النهر قبل انشاء هذا الجسر كان جسرا اخر ولكنه انهار في عام 1741 مما ادى الى وفاة خمسين شخص وبعد مرور عشرة اعوام تم اصدار قرار بالمحاولة مرة اخرى وهو الامر الذي جعل اسمه كذلك جسر كانتاي يعد هذا الجسر من الجسور الخشبية الاكثر شهرة في اليابان تم انشاؤه في عام الف وستمائة وثلاث وسبعين وهو مكون من خمس اقواس تمر من شاطئ الى اخر على نهر ناسك الى جبل شوكوياما يعد هذا الجسر هو منطقة الجذب السياحي الرئيسي في المنطقة خصوصا في فصل الربيع حيث تظهر ازهار الكرز وهو الامر الذي يطفي على المنطقة منظرا رائعا تم اعلان هذه المنطقة من مناطق الكنوز القومية في اليابان في عام الف وتسعمائة واثنين وعشرين الجسر الذهبي يقع هذا الجسر في ضواحي دانانغ في بيتنام ويجذب الاف الزائرين نظرا لتصميمه المذهل يقع على مسافة الف واربعمائة متر فوق مستوى البحر وبالتالي فمن خلاله يمكن للزائرين الاستمتاع بمناظر مبهرة للمنطقة يصل طول الجسر الى مائة وخمسين متر اما عن هذه الايد التي تبدو كأنها تحمل الجسر فهي مصنوعة من الفولاذ ولكنها مزينة حتى يبدو شكلها وكأنه من الحجارة جسر لانكاو سكاين هو جسر مخصص للمشاة ويحتوي على الكثير من الانحناءات ويصل طوله الى مائة وخمس وعشرين متر تم افتتاحه في عام الفين وخمسة في ماليزيا ويقع على مسافة ستمائة وستين متر فوق مستوى البحر رابطا بين جبلين مهمين في المنطقة تم ايقاف السير على الجسر في يوليو من عام الفين واثنى عشر من اجل اعمال الصيانة والتحديث ولم يعد للعمل حتى عام الفين وخمسة عشر حاليا يسمح بالسير عليه ويمكن من خلاله الاستمتاع بمراضر فنورامية ومن المؤكد انها سوف تعجبك للغاية عندما تقوم بزيارته جسر جتسهيد ميلينيوم هو جسر للمشاة يحتوي على الكثير من الانحناءات ويعبر نهر التايمز في انجرترا تم افتتاحه في عام الفين وواحد وكان قد تلقى العديد من الجوائز نتيجة لتصميمه المتفرد كما انه يعرف باسم جسر رمشة العين وهذا لانه مع حركة الميول يشبه شكل جفون العين وهي ترمش اما عن تاريخ وساعات الميول فتظهر على الصفحة الالكترونية الرسمية للمدينة وكذلك على مقربة من الجسر نفسه عجلة فالكيرك هو جسر يعمل كمصعد للسفن ويربط بين قناة فورث وكلايد وقناة جراند يونيون في وسط سكوتلندا تم افتتاح هذا المشروع الرائع في عام الفين واثنين وكان عبارة عن فكرة من عدد من المهندسين الذين ارادوا تحسين تجربة ركوب السفن هذا بالاضافة الى التصميم الدائري الذي يعطيه شكل متفردا ويجعلك ترغب في زيارته هذا كل شيء لليوم ايها الاصدقاء اي من هذه الجسور العشر وجدتها اكثر اثارة للدهشة وقد ترغب بزيارتها اترك تعليقا قم بالضغط على زر اعجبني والاشتراك معنا في القناة